انعدام الامن الغذائي بات يمثل التحدي الاكثر الحاحا الذي يواجه اليمن في ظل ارتفاع معدلات التضخم والتغيرات المناخية والتي تتسبب بارتفاع معدل المجاعة في اليمن الى اكثر من 20 مليون انسان بحسب البنك الدولي البنك الدولي في تقرير حديث اكد ان معالجة انعدام الامن الغذائي يتطلب معالجة استجابة متعددة القطاعات من زوايا عديدة من خلال خلق وظائف موقعة ودعم خطة التحويلات النقدية الوطنية في اليمن وتحسين صحة النساء والاطفال وضمان ذلك حصول الناس على مياه شرب المأمونة البنك الدولي يشير الى انه يقدم المساعدات في مواجهة سوء التغذية والمجاعة بالنسبة للفئات الاكثر ضعفا ومشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في حالة الطوارئ والاستجابة لجائحة كوفيد 19 تحويلات النقدية تمثل جزءا كبيرا من اموال المشروع عندما يتمكن الافراد والمجتمعات المعرضة للخطر من العمل ويوفر المشروع فرص عمل مما يسمح لهم بكسب اجر النقد مع بناء الاصول المجتمعية الاساسية ايضا وامام هذه التحديات تظل مشكلة المجاعة في اليمن العنوان الابرد في ظل غيابه وتعذر المنظمات التي تقدم المساعدات الانسانية ناهيك عن توقف الاعمال اليومية وانقطاع المرتبات منذ ثمان سنوات ويمثل التغير المناخي تهديدا خطيرا للامن الغذائي والتنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر حيث ان التغيرات المناخية في اليمن اثرت بشكل مباشر على قطاع الزراعة الذي تعتمد عليه ملايين الاسر اليمنية اشتركوا في القناة